اشتركوا في القناة الآن نحن في الأسكندرية منذ ساعات قليلة تم حصار مبنى المصطفات المصطفية الأسكندرية يجب أن أقاطعك سنعود إلى ميدان رابع العدوية مشاهدين لمتابعة هذا اللقاء مع الدكتور محمد البلتاجي سارة بشرية بل حرب إبادة جماعية غير مسبوقة حتى في حرب الجيوش أنا أؤكد أن المجهد المستمر في رابع العدوية على مدار التسع ساعات الماضية من السادسة سباحا وحتى الآن لم يحدث في غزة من الكيان السهوليوني على مدار 25 يوم أثناء الحرب السهولية على غزة في 2008 هذه المجزرة حرب إبادة جماعية الصورة في غاية الوضوح أن عفتاح السيسي الآن يدرك أن الانقلاب قد فشل وأن مصيره المحاكمة الجماعية ومن سمفه ويسعى لطوريط الجيش المصري أو لطوريط الشعب المصري في حرب أهلية أو طوريط الأكبر قدر من القيادات العسكرية في دماء المصرجين التي وصلت عد الآن مئات لا نستطيع أن نحطي عدد القتل الجهداء الذين تم قتلين من خلال القناصة القناصة من الطائرات والقناصة من فوق المنشآة العسكرية كل المباني العسكرية التي حولنا اعتلاها القناصة ليقتل إخواننا بالرصاص الحي قنصا في الرأسي في الراقبة في القلب والصدر ليس لفض اعتصام لكن يؤكد هي حرب إبادة جماعية هي مجزرة سلخانة تحولت لها ربع العدوية الجثث في كل الطرقات الجرحة في كل الممرات لم يعد أمامنا مكانا لا في قاعة ولا في مسجد ولا في مستشفى ميداني ولا في مستشفى مجاور لنضع فيه جثث الشهداء أو لنضع فيه الجرحة أو لنتعامل معهم لكن الأخطر من هذا أن هذا الكيان العسكري الغاصب المحتل لهذا الوطن ظلما وعبوانا يجهز على الجرحة يمنع سيارات الإسعاف خام بتدمير كل الأدوية مخازن الأدوية التي كانت موجودة في المستشفى الميداني بل هو يحاول الآن أن يحيط المستشفى الميداني من كل جانب بالحرق بالقتل ليتخلص من الجسس التي هي الآن على أقل تقدير فوق 300 قد شهيد والجرحة بالألاف والجراح كلها بالرصاص الحي والجراح وإما انفجار في الدماغ في الرأس وإما في الراقبة وإما في القلب والصدر أنا أتحدث إلى قيادات القوات المسلحة عفتاح السيسي يدرك أن الانقلاب قد فشل وأنه سيقدم لي محاكمة جنائية عاجلا أو واجلا وبالتالي هو يسعى لتوريتكم وتلويس أيديكم بالدماء حتى لا يكف واحد من موقف المحاكمة عفتاح السيسي يدرك الآن أن المصريين حتى إذا فض اعتصام ربع العدوية أن ميادين مصر كلها قد صارت ميادين اعتصام وقد صارت ميادين ثورة وأنها ستمي خلال ساعات أو أيام هذا الانقلاب العسكري وبالتالي هو لا يستجابه هو لا يفض اعتصام فهو يعلم أن الاعتصام حتى لو تم فض في ربعة بآلاف من الشهداء فإن الاعتصام والثورة ستمي أمرا دين مصر لكن هو حريص على توريت القوات المسلحة بل قد يدفع بالشعب المصري إلى حرب أرية ليهرب هو من المحاكمة الجنائية انتبهوا أيها القيادات في القوات المسلحة انتبهوا يا دباط وجنود القوات المسلحة ويا دباط وجنود الشرطة أن عفتاح السيسي الآن يوردكم حتى لا يكون الجاني الوحيد يلوث أيديكم بالدماء حتى تكون شركاء معه في الدل الذي اقترفه أنا أناشد قيادات القوات المسلحة وقيادات الشرطة وإذا لم تكن القيادات بأسفة أناشد الدباط والجنود ليس فقط الامتناع عن تنفيذ التعلينات والأوامر بل بالخلع الزي العسكري والثي الشرطة والعودة إلى البيوت لأن هذا الشرطة وإذا الجيش فقدا الواجب الوطني فقد الواجب الأخلاقي فقد القيام الإنسانية وبالتالي أناشد كل شريف في المؤسسة العسكرية أو في الشرطة المسرية أن يحلع الملابس الرسمية ويعود إلى بيته ويعلن بشرف أنه لن يقبل أن يكون أداة لقتل المصريين أنا أنافد المصريين جميعا إحنا مش بنقول لكم تعالوا امزلوا ربع العدوية حمونا أبدا قتل إخواننا وصعدوا إلى السماء والحياة صارت لدينا رخيصة بعد قتل أبنائنا وإخواننا وخواتنا وبالتالي نحن لا نطلب حماية ولا نطلب تأمين ولا نطلب أن تدعمونا في رعب ربع العدوية من القتل لكن نطلب أن تحافظوا على إنسانيتكم أن تحافظوا على دمائركم أن تنزلوا مثاجة مصر أن تنزلوا شوارع وميادين مصر جميعا لتكونوا انتهى هذا الانقلاب العسكري وانتهت دولة الانقلاب العسكري الدموية التي حولت نصر إلى مجازر وأقف بالله أنكم إذا بقيتم في بيوتكم فإن عفتاح السيسي حيورت هذا البلد لتصبح سوريا عفتاح السيسي سيدفع بهذا الوطن لحرب أهلية لينجوا وهو من المشنقة انتبهوا أيها المصريين انزلوا لتعلنوا الآن امتهاء دور القوات المسلحة في الحياة السياسية لتعلنوا الآن امتهاء الانقلاب العسكري لتعلنوا الآن أن المؤسسة التي تقتل شعبها لا تستحق أن يبقى ضبطها ولا جندها يستجيبون لتعليماتها أنا أخاطب ضمير العالم المؤسسات الدولية المجتمع الدولي المنظمات الحقوقية الوفود الأوروبية التي جاءت زارة ربع العدوية وتأقنت من سلمية المعتصبين لكن يبدو وكأنها تورطت في عمل مخابراتي قدمت التقارير للجيش لتكون له أختل وأنت آمن فهؤلاء سلميين لن يواجهوك بالقوة وبالتالي إذا لم تتحركوا الآن أياتها الوأسسات الدولية أياتها الوفود الأوروبية أياتها المنظمات الحقوقية في العالم لتوقفوا هذه المجزرة وحرب الإبادة الجماعية ستكونوا شركاء في قتل هذا الشعب ولن يغفر لكم المصريين عبر التاريخ أنكم جئتم لترفعوا تقارير بسلمية الاعتصام لتخدم قتل المصريين على يد السفاح على فتاح السلس وشركاء أنا أخيرا أشد على يد هؤلاء الأبطال المجاوير الذين يا شعب المصري لا مصلحة لهم في هذا الصمود وتحمل هذا وتقديم هذا التدخيات وتقديم هؤلاء الشهداء لا لمصلحة شخصية ولا لمصلحة حزبية كما يحايل أن يضللكم على فتاح السيف وإعلامه بل أقفم بالله أن إخوانكم في ربع العدوية وفي النهضة ما اعتصموا وما قدموا التدخيات بأرواحهم ودمائهم وجراحهم إلا من أجلكم أنتم أيها الشعب المصري العظيم من أجل أن تنتهي الدولة العسكرية البوليوسية ومن أجل أن يتوقف القمع الذي يعيشتنا فيه 60 سنة ولأجل أن يعيش هذا الشعب في حرية وكرامة وعزة مرفوع الرأس مش بينضرب على أفاه من المحمر والمرشد بالتخريف من أمن الدولة أو من المخابرات انتهى هذا الزمان انزلهم له ميادين مصر لتعلنوا انتهاء الانقلاب العسكري وانتهاء عسر الدولة البوليوسية العسكرية والإثرار على أن تبقى مثل دولة مدنية ديمقراطية يرفع فيها المصري رأسه بالعزة والكرامة والحياة الكريمة أنا لا أعز الشهداء وقد قدمت ابنتي روحها واتشهدت معاكواتها لن نتحدث عن عزاء لكن نتحدث عن أعراض الفردانس التي قدمنا فيها التضخيات لا لمصلحة دنيا من عرض الدنيا ولا لصراع سلطة كما يحاول أن يصور المضلمون لكن والله لا لشيء إلا أن يعيش هذا الشعب وتعيش هذه الأمة في كرامة في عزة في رأس مرفوعة في استقلال وطني في تحرر وطني حقيقي والسلام والشمالية والله ما عامل حاجة أقوله يا ابن نظرك ده عيف رجع وراء يقوله يا ماما إحنا لها يا ماما ده إحنا جنود الإسلام يقوله لو راجعنا مرأة مين هيتهدم إحنا مفيش في يدنا حاجة يا ماما أبوه رح يسي يقوله يقوله يا بابا مش وقت يشرب يا بابا